بسم الله والصلاة والسلام على معلم الناس الخير ربي يعطيكم العافية جميعا طلابنا حبايبنا اليوم إن شاء الله رح نبلش معكم بالحصة التأسيسية اللي هي السادسة في ميخصة أستاذي مادتنا اللي هي مادة الأحياء اللي هو بعنوان التفاعلات الكيميائية أستاذي الله يرضى عليكم إحنا لما نبلش لطلاب العلم إن شاء الله بالدرس الثالث اللي هو التفاعلات الكيميائية سواء عملية البناء الضوي والتخمر وعملية التنفس الخلوي إن شاء الله بدنا شوي التفاصيل نخذها معنا لهذا الدرس أو مجموعة أساسيات بدنا ندرسها لهذا الدرس طبعا أنت ممكن أول مرة بتسمع فيها يا أستاذي بتاريخ حياتك لكن أنت الآن رح تبني تصور لما تروح تدرس بيكون آه والله عندك إيش مجموعة أساسيات عرفها وفهمها طلاب الفروع المهنية شباب أنتوا مالكوا دخل بهذا الدرس يعني الدرس الثالث لطلاب الفروع المهنية مش داخل سواء عملية البناء الضوي والتنفس الخلوي هذا الإشي أنتوا مش داخل معك ويلا جماعة العلم ينتبهوا علي بشكل سريع باجي للتفاعلات الكيميائية أستاذ لما آجي أقول لك التفاعلات الكيميائية في الخلية أستاذ أنا بدي أكون فاهم أن هذه التفاعلات بتصير داخل أجسام الكائنات الحية الهدف الأساسي منها إنتاج الطاقة إنتاج مين؟ الطاقة فأنا مطالب أعرف داخل أجسام الكائنات الحية من ضمنهم الإنسان يا أستاذي والبشر أنه أنا عشان أصنع الطاقة جو الخلية مين المسؤول عن تصنيع الطاقة جو الخلية اللي هي المايتوكنديريا عن طريق إنها بتسوي عملية التنفس الخلوي تمام يا أستاذي؟ وبنتج الطاقة وكذلك الأمر بالنسبة للنباتات النبات في النهار بيأخذ اللي هو ثاني أكسيدي الكربون من الجو والماء من التربية وبيسوي عملية بناء ضوية وبينتج سكر وغلوكوز بالإضافة للأكسجين اللي إحنا بنتنفسه الآن في النهار بينما بالليل بيسوي عملية عكسية بيأخذ الأكسجين مع اللي هو الله يرضى عليكم السكر بتفاعل عنده وبيطلع عنده الطاقة عشان يظل على قيد الحياة تمام؟ فأنا الآن مطالب أفهم شغلتين أساسيات فيه إشي منسميه عمليات الأيض في الكائنات الحية عمليات الأيض نوعين شباب ممكن أنت سمعت بهذا المصطلح عنا عملية الهدم وعملية البناء عملية الهدم إنه أنا بأخذ الغذاء وبحط مبنتج طاقة تمام يا أستاذي؟ وعملية البناء لا أنا بحتاج طاقة يعني البناء الضوي في النباتات أنا عشان أسوي عملية بناء ضوي بدي ضوء إذا ما في طاقة ضوء ما بسوي عملية بناء ضوي فركز معاي بالمعلومتين هدولة بمسوي لك هذا المخطط الدهني المخطط الدهني هذا بتحفظ لي يا زي اسمك يعني هو عبارة عن أساس تأيلك بمين بهذا الدرس ركز معي فبقول يون تحدث داخل خلايا الكائنات الحي ألاف من التفاعلات من الكيميائية تعرف بعمليات الآيذ يلا عمليات الآيذ شباب زي مين الله يرضى عليكم يلا عنا عملية الهدم الكتابوليزم وعنا عملية البناء الأنابوليزم تمام يا أستاذي؟ عملية الهدم أنا بدأكون فاهم هي مجموعة من التفاعلات الكيميائية تحطم فيها بعض جزيئات الكبيرة إلى جزيئات أبسط أو أصغر الهدف الأساسي شباب إنتاج الطاقة اللي هي الكيميائية عشان أنا أظل على قيد الحياة بينما عملية البناء هي مجموعة تفاعلات كيميائية تبنى من الجزيئات الكبيرة أو تبنى من الجزيئات الكبيرة ومعقدة من جزيئات بسيطة يعني أنا جزيئات بسيطة بدي أسويها معقدة تمام؟ طيب لما ناجي لهذه الرسمة تطلع شباب أنا أول قاعدة بدي أكون فاهم أنه عملية التنفس الخلوي وين بتصير مايتو كوندريا تمام؟ المايتو كوندريا وعملية البناء الضوي بلاستيدات لخضراء هدول أهم معلومتين أكون فاهمهم طيب المايتو كوندريا أنا عن طريق أن الخلية بتأخذ سكر لغلوكوز والأكسجين تمام؟ بدخل إلى المايتو كوندريا وبصنع مين؟ الطاقة بينما النباتات بتأخذ ثاني أكسيد الكربون والماء عن طريق طاقة الضوء تمام؟ اللي بسير داخل بلاستيدات الخضراء وبنتج أنا عندي النبات بنتج سكر لغلوكوز والأكسجين فالفكرة اللي بدي وصل لك إياها إحنا معتمدين في حياتنا عمين على النباتات فيما يخص أن النبات هو بنتج أكسجين فعليا أنا لو ما بتنفس أكسجين راح أموت صح ولا لا؟ طيب بعيد الشر عنكم شباب هس أنا أبدأ أكون فاهم ورح ندرس إن شاء الله يا طلاب العلمي عملية التنفس الخلوي هاي العملية لها أربع مراحل ممكن أنت أول مرة في تاريخ حياتك تعرفهم أول مرحلة بنسميها مرحلة التحلل الجليكولي إنه أنا بدي أحطم السكر لمركبين بنسميهم بيوفيت تمام؟ هاي بنسميها التحلل الجليكولي إنه بيعطيني مركبين بيوفيت بيوفيت تمام؟ كل واحد أنا فاهم إنه سكر الجروكوز قديش ضرات كربون شباب؟ ست ضرات كربون واحدة هاي تنتين هاي تلات هاي أربعة هاي خمسة هاي ستة هون بالتحلل الجليكولي أنا بدي أحطم هذا السكر أفصله أخلي تلات لحال واحدة تنتين تلات وتلات لحال شو اسم من التلات بيوفيت هذا وين بيصير؟ في السايتو بلازم الخلية تمام؟ طيب أو في السايتو سول المعلومة التانية لما أحطم هذا السكر تمام؟ رح يصير إليه إشي منسميه أكسدة البيروفيت إلى أسة المرافق أنزيم ألف يعني أنا بدي أحول البيروفيت إلى أستيل إلى مين؟ أستيل كيف بتحول لأستيل أستاذ؟ عام طريقي أستاذي إني بدي أنزع ضرات كربون الأستيل فيه قديش كربونة؟ كربونتين طيب كيف كونتوا إنه أنا حولت البيروفيت لمين لأستيل؟ إيش سويت نزعت إيش؟ كربون تمام بوسط أنزيمات ونحن ندرسها بالتفصيل فإذا أول مرحلة تحليل الجليكولي يعني أنا عشان أحطم سكر الجلوكوز C6 H12 O6 الواحد الجلوكوز الواحد الجلوكوز بدي يصير إليه قديش مرحلة أربعة تحليل الجليكولي أكسدة البيروفيت حلقة كربس والفسفرة التأكسودية ليسلسلة نقل الإلكترون تمام؟ هذا لمين بيصير لواحد الجلوكوز؟ طب أستاذ افرض أنا نصار عندي أربعة الجلوكوز حطمتم 6 جلوكوز نفس الآلية كل جلوكوز بده إيش يا أستاذي يصير إليه أربع مراحل كل مرحلة إلها نواتج ما بين ATP ما بين NAD اللي هو H ما بين FAD A2 ما بين أيضا CO2 هذولا كلهن إن شاء الله راح أشرح لك إياهم بالتفصيل ببطاقة الشرح بإذن الله تمام؟ بس أنا أضعف الإيمان إنه عملية التنفس قداش مرحلة أستاذ أربع اللي هي احكي معي عنا أول إشي تحليل الجليكولي أكسدة البيروفيت حلقة كربس والفسفرة التأكسودية بدك تحفظنا على الترتيب هذول الأربع مراحل بيصير لقدياش غلوكوز بيصير لواحد غلوكوز تمام؟ يعني كل غلوكوز بيصير إلو أربع مراحل صعب أستاذ حفظ طيب خلصنا إن شاء الله هذول زي ما قلت لك بشرح البطاقة راح تكون كل مرحلة مفصلة لأنه أنا هون في عندي حسابات عندي إيش؟ حسابات وبيجبوها في الامتحان الوزاري أستاذ فبإذن الله راح أشرح لك كل مرحلة وأعطيك حساباتها بالتفصيل وكيف ممكن يجيك في الامتحان الوزاري طيب بس نخلص عملية التنفس الخلوي راح نروح للبناء الضوي عملية البناء الضوي أنا قلت لك بتسير جوه لفلاستيدات صح؟ طيب هاي العملية أستاذ الله يرضى عليك اللي هي هون عملية البناء الضوي عدلوها بالله عندكم عملية البناء الضوي طيب عملية البناء الضويه واثد عدلوها بالله عندكم شباب هاي العملية إلها مرحلتين اللي هو أول مرحلة اللي هي عملية التفاعلات الضوئية والتفاعلات إيش إلى هذوان تفاعلات ضوئية وتفاعلات لا ثوئية يعني قسمو عملية البناء الضوي إنه تفاعلات الضوئية ولا ثوية انه انا النباتات او عملية البناء الضويه لها عملتين تفاعلات ضوئية ولا ضوئية تمام يعني عشان اسوى عملية بناء ضويه التفاعلات ضوئية اما حلقية او لا حلقية نظام ضوئيه اول وثاني نظام ضوئيه ايش مثلا الي هو بس اول تمام بعدين التفاعلات اللي هي بعدم وجود الضوء تمام الي هي حلقة مين كالفن اللي بتصير عنا في داخل اللحمة تمام هدول التنتين اكتبوها بلا بسير في الثايلاء كود غشاء الثايلة كود الثايلة كويد هذا رح ندرسه بالتفصيل إن شاء الله وعندنا حلقة كالفين بتسير يا أستاذي وين في اللحمة أو بنسميها ستورمة فإنت أضعف الإيمان بس تفهم لي إنه إيش بدنا نتأس أو إيش بدنا نعرف رح ندرس تنفس الخلوي بأربع مراحل بدك تكون حفظها وأيضا عمليتي البناء الضوي بمرحلتين الضوئية الحلقية واللا حلقية واللا ضوئية اللي هي حلقة كالفين تمام طيب تعالوا نعطيكو شوية أساسيات أنت بدك تكون فهمها التنفس الخلوي وين بيصير قلنا لكم إحنا في الميتوكندرية تعالوا تطلعوا على الميتوكندرية الميتوكندرية تتكون من غشاءين شباب حفظ غشاء داخلي غشاء خارجي وعندنا الحيز بين الغشاء وعندنا الحشوة فأنا الميتوكندرية قديش مكون إلها شباب أربع حفظهم من هسا حفظهم غشاء خارجي غشاء اللي هو داخلي حيز بين الغشاء والحشوة طيب الآن أنا مطالب أعرف أنه الغشاء الداخلي هو عبارة عن مين؟ عن الأعراف اللي هي الانثناءات شباب عبارة عن مين انثنات شايف الطعجات هذول بنسميه غشاء داخلي اللي جواتن هذا السائل الأزرق بنسميه الحشوة اللي هو تحتوي على إيش؟ على بروتينات ورايبوسومات وأنزيمات بالإضافة لمين لدي يعني؟ تمام؟ فأنا مطالب أني أعرف تركيب مين؟ تركيب الله يرضى عليكم مين؟ الميتوكندرية هسا أنت بدك تفهم شغلة أنه أستاذ عملية التنفس الخلوي لما نأجي للمراحل أنا مطالب أعرف أنه التحلل اللي جلايكولي بيصير داخل سايتوسول مين؟ الخلية يعني برة بينما الثلاث مراحل هدول وين بيصيروا شباب؟ بيصيروا داخل حشوة إيش؟ الميتوكندرية حفظي وين بيصير كل مرحلة؟ هاي برة يعني أنا لما نأجي للخلية شباب هاي الخلية صح؟ أوكي وعندي هاي الميتوكندرية تمام؟ أنت بدك تفهم التحلل اللي جلايكولي وين بيصير؟ في السايتوسول سايتوسول برة والثلاث مراحل هدول وين بيصيروا أستاذي؟ بيصيروا جوة حشوة الميتوكندرية تمام؟ طيب نكمل فبقل اليوم تحدث في عملية التنفس خلوي وسلسلة من التفاعلات إيش وظيفة تحطيم المركبات العضية زي سكر والغلوكوز داخل لإنتاج من الطاقة طيب تحدث معظم التفاعلات الضوية في خلايا حقيقية النوة في الميتوكندرية تمثل عملية التنفس خلوي لازم أكون عارف المعادلة المعادلة أنا بأخذ واحد غلوكوز قديش عندي غلوكوز؟ هاي واحد لما نتفاعل مع قديش أكسجين بدك تحفظ مع 6 أو 2 بفعل الأنزيمات رح يصير تفاعل بينهم رح يعطوني 6 اللي هي سي أو 2 وال6 أتش تو أو وقديش أتي بي شباب هن فعليا 38 أتي بي قديش 38 أتي بي أنا 38 أتي بي بيكون 34 حفظها كمعلومة غير مباشرة وبيكون عندي أربعة مباشرة وهذا في الشرح رح أشرح لك بالتفصيل تمام؟ طيب الآن أنا بدأ أكون فاهم مين مصدر اللي هو يا أستاذي سكر لغلوكوز رح يعطيني مين؟ الكربون تمام؟ ولما أجي أحط من الأوتو رح يعطيني مين؟ اللي هو اللي أتش تو بس أنا بدأ أكون فاهم الأوتو الواحد بيحتاج قديش أتش تو بده تنتين أتش تو صح ولا لأ؟ طيب فعليا لما يكون عندي ستة أو تو قديش بيعطوني أتش تو اتناعش هو المفروض حاط لك هون إيه الشباب؟ اتناعش لكن بيقول لك أنه ستة بيظلن جوه المايتوكندرية وستة بيطلعك تمام يا أستاذي؟ فأنا كناتج عندي ستة تمام؟ بس هن فعليا قديش؟ اتناعش لأنه الأكسجين الواحد بده تنتين أتش تو تمام؟ تمام فأنت هاي المعادلة احفظ لي يا زي اسمك تمام؟ إنه واحد جلوكوز هذا الحكي بيصير عندنا 24 ساعة شباب 24 ساعة بيسوي أنت عملية تنفس خليل لواحد جلوكوز طيب نروح لعملية البناء الضوي يلا عملية البناء الضوي أنا مطالب أعرف وين بتصير جوه البلاستيدات يلا البلاستيدات هاي ها غشاء خارجي غشاء داخلي الفراغ هذا منسميه اللحمة وهدول الأقراص المصفتة فوق بعض منسميها الثايلة كود تمام؟ هس مجموعة هاي مع بعض الثايلة كويدات منسميها غرانم الثايلة كود الواحد منسميه غرانا غرانا تمام؟ طيب فبيقول لي هون تحدث عملية البناء الضوي جوه البلاستيدات الخضراء ممتاز وإيش هي البلاستيدات عضيات تحت وغشاءين داخلي وخارجي وحيطان بالثايلة كويدات الحلقية ولا حلقية وين بتصير جوه الثايلة كود؟ بينما حلقة كالبن بتصير جوه مين؟ اللحمة يعني جوه الثايلة كود التفاعلات الضوئية وهون باللحمة الفراغ بصير حلقة شو اسمها؟ كالبن شو اسمها حلقة كالبن نكمل ما المقصود بالثايلة كود لازم أكون مؤسس فيه هي عبارة عن أكياس غشائية على هيئة أقراص تسمى لقرانا تمام يا أستاذ المصفطات فبعض مفردها يعني كل مجموعة مع بعض كل مجموعة منسميها غرانا تمام؟ أوكي وتملأ الفراغات بسائل كثيف منسمين لحمة اللي هو اللي بيصير فيه حلقة كالبن أوكي يا أستاذي وتتمثل بالمعادلة الثانية يلا المعادلة حفظ هاي معادلة البناء الضوئية طلاب العلمي عنا هون ستة سيوتوب تخذين من الجو بفاعلين مع ستة تشتقوا وين بكون في التربة بفعل الضوء وصبغة الكلوروفيل والأنزيمات رح تعطيني سكر الجلوكوز بتخزن جوا النبات على شكل نشا وعندي هذولة بطلع عنه وين ستة أو طول الجو تمام يا أستاذي واضح فأنت الآن أضعف الإيمان مطالب تميز شو معادلة التنفس خلوي شو معادلة البناء الضوي شو مراحل التنفس الخلوي شو مراحل عملية البناء الضوي أوكي أستاذ طيب ممتاز طيب الرؤى اللي بعده الشباب يلا نيجي لآخر موضوع عندنا شباب اللي هي دورة الخلية طبعا طلاب الفروع المهنية إحنا مطالبين في دورة الخلية وطلاب العلمي مطالبين لكن درس التفاعلات الكيميائية مش مطالبين في يا طلاب الخلية أو خليها يا أستاذ الله يرضى عليكم هاي حصة لحال اللي هي الحصة التأسسية السابعة عشان طلاب الفروع المهنية وطلاب العلمي يحضروها مع بعض الحصة السادسة هاي بتكون بس لطلاب مين لطلاب العلمي بتمنى لكم حبايبي بكل التوفيق وربي يعطيكم ألف ألف عافية اشتركوا في القناة